موسيقى أحبة الطلبة أهلاً وسهلاً بكم في سلسلة تعليمية من دروس لغتنا الجميلة للصف الثالث الأساسي مع التدريبات اللغوية والتعبير لدرس عروس البحر أعزائي الطلبة يتوقع منكم بعد الانتهاء من هذا الدرس أن تكونوا قادرين على محاكاة أنماط في استخدام ضمائر مخاطب التعبير بجمل مفيدة عن صور مختارة أعزائي الطلبة تعرفنا في الحصة السابقة على مدينة يافا وأهميتها السياحية والدينية والزراعية والتاريخية أما الآن ننتقل إلى التدريبات التدريب الأول نختار الكلمة المناسبة ونكتبها في الفراغ في الجمل الآتية نقرأ الكلمات أولاً بيارات أجدادكم الأماكن بوابة شاطئ السائح الجملة الأولى بناني العرب القدماء ما الكلمة المناسبة لهذه الجملة؟ أحسنتم أجدادكم بناني أجدادكم العرب القدماء إلى الجملة الثانية كنت لهم إلى العالم الخارجي ما الكلمة المناسبة؟ بوابة كنت بوابة لهم إلى العالم الخارجي الجملة الثالثة في تزرع الحمديات والفواكه ما الكلمة المناسبة؟ بياراتي في بياراتي تزرع الحمديات والفواكه الجملة الرابعة يشاهد السائح عندما يزورني التاريخية ما الكلمة المناسبة؟ الأماكن يشاهد السائح عندما يزورني الأماكن التاريخية الجملة الخامسة يقضي السائح وقتاً ممتعاً على الجميل شاطئي يقضي السائح وقتاً ممتعاً على شاطئ الجميل أحبائي لننتقل إلى التدريب الثاني أعزاء الطلبة لننتقل إلى التدريب الثاني نشاهد الصورة الأولى نقول أنت للمفرد المذكر نشاهد الصورة الثانية نقول أنت للمفرد المؤنث أنت جميل للمفرد المذكر أنت جميلة للمفرد المؤنث هيا بنا إلى التدريب نكمل كما في المثال المثال أنت أمين أنت أمينة أنت مخلص أنت مخلصة أنت صديق للبيئة أنت صديقة للبيئة أنت مطيع لوالديك أنت مطيعة لوالديك أحبائي هيا بنا لننتقل إلى التدريب الثالث نشاهد الصورة الأولى أنتما نستخدم الضمير المخاطب أنتما للمثنى المذكر نشاهد الصورة الثانية أنتما نستخدم الضمير المخاطب أنتما للمثنى المؤنث أنتما جميلان للمثنى المذكر أنتما جميلتان للمثنى المؤنث أيضا هيا بنا إلى التدريب نكمل كما في المثال المثال أنتما نشيطان أنتما نشيطتان أنتما عاملان مجدان أنتما عاملتان مجدتان أنتما مواطنان صالحان أنتما مواطنتان صالحتان أنتما سعيدان بنجاحكما أنتما سعيدتان بنجاحكما هيا بنا لننتقل إلى التعبير التعبير نبدي رأينا بجملة حول كل موقف من المواقف الآتية ماذا نشاهد في الصورة الأولى؟ نشاهد في الصورة الأولى شابا يسبح ويخترق الحاجز الأحمر رأيي نسبح في مكان آمن ما رأيكم أحبائي؟ نشاهد الصورة الثانية ماذا نشاهد في الصورة الثانية؟ نشاهد فتن يرمي النفايات في سلة المهملات إذن رأيي نحافظ على نظافة الشاطئ ونرمي المهملات في السلة ما رأيكم أحبائي؟ هيا بنا إلى الصورة الثالثة ماذا نشاهد في الصورة الثالثة؟ نشاهد في الصورة الثالثة شاحنة ترمي النفايات في مياه البحر رأيي نحافظ على مياه البحر من التلوث ما رأيكم أحبائي؟ أما الآن سننتقل إلى فقرة تقييم الأداء نضع إشارة صح تحت الشكل الذي يعبر عن أدائنا استخدموا ضمائر المخاطب أنت أنت أنتما استخداما صحيحا أعبروا بجمل مفيدة عن صور مختارة أما الآن أحبائي لننتقل إلى المهمة أحباء الصغار سأكلفكم بالمهمة الآتية نكتبوا ثلاثة جمل تشتمل على ضمائر المخاطب أنت أنت أنتما إلى هنا ينتهي درسنا أحباء الصغار دمتم بخير وعافية مع السلامة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر